هو حكاية بناكل كتير دي بيبقى لها يعني أسباب يعني عادة يعني إن أنا تعودت أكل كتير فباكل أكتر طبعا إحنا بنحتاج ناكل والأكل متعة والأكل غريزة والأكل ما يبقى طعمه حلو ولا ريحته حلوة حتى لو شبعينين بناكل عشان طعمه حلو ريحته حلو لكن إحنا اللي بنعود نفسينا ناكل كتير إحنا لو عودنا نفسينا ناكل أقل هو ده اللي احنا كنا بنقوله في الأول إنه مش شرط إن الكشر يتخن إنما أربع طبق من الكشر يتخن إنما لو خدت طبق واحد ومعه أشرب ميا واكلت صلطة واخضار يبقى ده حاجة كويسة قوي وما يتخنش ولا حاجة فإحنا ما نعودش نفسينا ناكل كتير وبالذات السكريات لو خدنا شوكولاتة مثلا بيطلع الإنسولين عشان يدخل الشوكولاتة دي أو السكر بتاعها في الخلايا وهو بيقل بعد ما السكر بيدخل الخلايا نعود شوكولاتة تاني لا نفسينا كاننا أكتر وهكذا حتى الشوكولاتة الدارك أو اللي هي الدكنة حتى الدارك طبعا الدارك فيها محتوى أكتر من الكافيين الكافيين ده بيزود ميتابوليزم وحاجة كويسة وساعدة على التركيز وكده وبيصلح المود كمان لكن آه حتى الشوكولاتة لكن الشوكولاتة المسكرة هي المشكلتها أكبر لأنك بتخلي الواحد عايز ياخد أكتر فأكتر فأكتر فأمعرف شيء ممكن شربة الخضار بقى دي بتبقى جميلة قوي شربة الخضار دي هيلة وبتساعدنا جدا أننا ندفع وشربة الخضار في بعض الناس لما تعملها بتحط جواء بتعملها زي سميكة تضرب في الخلاط تبقى سميكة زي شربة العدس فبتدي الإحساس بتاع الدفء بتاع شربة العدس مش بالزبط لكن بدرجة كبيرة نعم